مع رئيس السيسي اللي استقبل رئيس تاجكستان اليوم إمام علي رحمن والحقيقة الزيارة يعني بتأتي تزامنا مع مرور 30 عام على اعتراف مصر بجمهورية تاجكستان وطبعا هي جمهورية مستقلة بالإضافة لقرب حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الحقيقة تاجكستان يعني يمكن برضو ناس كتير ما تعرفش عنها كتير هي دولة محورية موجودة في وسط أسيا وحتلاقي دايما الدول دي بتنتهي بإستان ده الاسم بتاعها في الأخير كباقي الدول اللي موجودة في أسيا الزيارة في الحقيقة زي ما انتم متابعين على الشاشة شهدت جلسة مباحثات بين الرئيسين وعقبها مؤتمر صحفي مشترك كما شهد الرئيس السيسي ونظيره التاجيكي التوقيع العدد من المذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين في مجالات كثيرة أهمها الزراعة والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي وأعتقد ده شيء مهم جدا أن يكون فيه كل هذا التعاون والتفاهم بيننا وبين تاجكستان كما تم توقيع اتفاق الصداقة والتعاون العالم بين محافظة جنوب سيناء وأيضا إحدى الإقليم موجود في تاجكستان بالإضافة إلى مذكر التفاهم بين الهيئة العامة للكتب والوثائق القومية ومكتب التاجكستان القومية وأيضا يعني عدد من الأشياء الأثرية والحقيقة كمان كان فيه يعني يعني عايزين نقول كان فيه مجموعة من المشروعات ومذكرات التفاهم بيننا وبين تاجكستان وده مهم جدا أن أنت طول الوقت عندك تعاون بين البلاد وعندك حركة طول الوقت بتتحرك وده بنشوفه طول الوقت مع سيد الرئيس يتحرك دائما ما بين أسيا وأفريقيا وما بين الدول العربية فحتلاقي أنه رئيس طول هذا الأسبوع يعني عمل أكثر من يعني تحركات وسفريات خارج مصر وأيضا استقبال لبردو زيارات هامة زي تاجكستان النهاردة